حق الإدارة الأمريكية شبكة من الضغط السياسي والديبلوميسي على حزب الله وإسرائيل لمنعهما من الانزلاق إلى حرب قد تتحول إلى أقليمية أوسع فبحسب كل من صحيفة بوليتيكو وموقع أكسيوس الأمريكي فإن الرسائل متبادلة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وحزب الله وإسرائيل عن رغبة مبدئية في تهديئة التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية فقد حذرت الولايات المتحدة حزب الله من عدم قدرتها على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا استمرت هجمات الحزب الحدودية ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن مبعوث الرئيس بايدن إلى لبنان أموس هوكستين أكد للمسؤولين أثناء زيارته بيروت أن حزب الله مخطئ في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا استمر الحزب في هجماته لكن تقارير إعلامية أشارت إلى تفضيل كل من حزب الله وإسرائيل للتوصل إلى حل ديبلوماسي وبعد زيارة هوكستين إلى المنطقة توجه مستشار الأمن القومي لإسرائيلي تصحي حينكبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن لعقد اجتماعات في البيت الأبيض وأخبارا كبار مساعدي بايدن بأن نتنياهو ليس مهتما بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الديبلوماسي وفقا لمسؤولين أمريكيين وقال مسؤول أمريكي أن مستشاري بايدن أبلغ ديرمر وهينكبي بأنهم يعملون على حل ديبلوماسي لكن إذا اندلعت حرب في لبنان فأن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بشكل كامل وزير الحرب الإسرائيلي أفغالانت الذي يزور واشنطن سمع من بلينكين دعوة لتجنب مزيد من التصعيد في لبنان لكنه تسلح بمساندة أمريكية من نظيره لويد أوستن كل ذلك يأتي مع أسرار الوزير المستقيل بني جانس على أن الوضع على الجبهة الشمالية لا يمكن أن يستمر كما هو رافضا خطر حزب الله في الجبهة الشمالية مشددا على أن إسرائيل قادرة على تدمير قدرات الحزب تحاول واشنطن تبريد الجبهة الجنوبية فهل تنجح عبر الترتيب الديبلوماسي؟ ترجمة نانسي قنقر